دائما الأخ فارس فيما يتعلق بالمصارف لماذا لم يكن مصارف هكذا في الجزائر هذو كله موجود تقصد مكاتب الصرف مكاتب الصرف بيروت شونج طيب لو كان نقول لك باللي المكاتب غير رسمية معمرة في الجاي المكاتب حانوت تدخل لي حانوت تدخل لي تكلم على سكوار و تكلم على ماشي سكوار أنا أتحدث عن سكوارات الجزائر أنا أتحدث عن سكوارات الجزائر بعدد بلدياتها وعدد شوارعها في العاصمة قولوا السكوار لكنه رحل موجود في كل ولايات في كل ولايات نعم شوف مقبل كانوا يتكلمون عن 14 مليار دولار يتم متداولها في هذا السوق تخيل 14 مليار دولار ليتجر في السلاح يروح لهذا السوق ليتجر في المخدرات يروح لهذا السوق ليتجر في تجارة البشر يروح لهذا السوق طيب أنا قلت هؤلاء الناس عوضة أن يشتغلوا في الظلام خليه يشتغل في النور خليه يدي المكتب عندك مليون دولار تقدر تجر بها الشرط تكون عندك مليون دولار يلا خدم على روحك رح تجر في العملة أنا في جيبوتي جيبوتي تبدل الدرهم في محل تقصب من القصب والله العظيم من القصب والحليات وعنده ميكرو أورديناتور مربوط بالبنك المركزي دول فقيرة دخلت يمن اليمن في كل دورة عندك صراف سعودية الناس يترحل عمرة في كل دورة عندك صراف أقلك لا يهربوا بها العملة طيب تقعدوا خايفين لا بدينوا وينو لابد أن يكون هناك حرية في الممارسة الاقتصادية أخي العزيز لا بد أن نتبنى فكرة المصارف التي تتعامل في صرف العملة الأجنبي لما يدخل عنده مكتب الصرف رح يصرف عنده كمية حد وبسعر السوق وليس بالسعر رسمي خلي السوق يدير السعر التعو نحن خايفين من الغولة كبرنا مع الغولة وحتى اقتصادنا يخاف من الغولة